السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نرى تحليل الدول المغربي حاكم زياج في المواجهة التي جمعت بين فريقه تشيلس وفريق تطرحة طبعا المباراة التي انتهت بفوز تشيلس بفضل أداء حاكم زياج طبعا لا تنسى الاشتراك والك للفيديو سألككم جديد ولا نمر إلى تحليل أداء الدول المغربي بالنسبة لحاكم زياج فهو بدأ أساسي ورسمي في تشيلس المدرب طوماس طوخي في مباراة اليوم حيث لاحظنا أن حاكم زياج في الشرط الأول أكثر تحرقا وأكثر دينمايكا تحرك في خط هجوم فريق تشيلس وكان أكثر عنصر في الشرط الأول حيث سدد تجديد سيني على المرمى وخلق فرصة خطيرة على المرمى تحرك في الشرط الأول بتحرك إيجابي كذلك موسى الدفاعية كان جيد فيها والتمريرات في العمق أو التمريرات وراء أدهر المدافعي كان ممتس في التمريرات وراء أدهر المدافعي في الشرط الأول كان طوب 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 وشهدنا تجانس حاكم زياج مع ميس الموت وأسبيل كوينتا في الرواق الأيصر أو في الرواق الأيمن لنادي تشيلسي كان أكثر حيوي وتحرك وكان اللاعب الذي خلق الخطوة في الشرط الأول أكثر من جانب تشيلسي في الشرط الثاني حاكم زياج داخل بشكل جيد للغاية وسجل هدف عالمي هدف جيد للغاية حيث خلى لوريس غير واقف كي تشوفوا البلون هي دخلان الباب حيث هدف رائع من حاكم زياج استحق منه الإشادة والتقطير على تلك الهدف الجميل حاكم زياج شكنا في فورما جيدة في المباراة الأخيرة مع فارق هي تشيلسي وكذلك حاكم زياج كيمتاز حاليا باللياق البدينية العالية حيث طيلة أطوار المباراة لم يتوقف على الركض ما شاء الله تبارك الله عليه نتمنى أن يستمر في هذا الأداء المبهر والجيد مع فارق هي تشيلسي وأن يقدم أداء أكثر لأنه لديه أكثر من هذا فهو أفضل لاعب في المباراة اليوم ولا تنسى الاشتراك